العراق يموت والفساد يغذي الغضب الشعبي المتزايد هكذا وصفت صحيفة الڭارديان البريطانية الأوضاع الحالية في العراق الصحيفة لفتت إلى أن الذين يتظاهرون ويدعون لإنهاء النظام الفاسد في العراق بعد أن حرموا من الثروة التي تحت أقدامهم هم اليوم مهددون بالاحتجاز والقتل فرغم احتياطيات العراق النفطية الهائلة لم يشهد المواطنون هناك أي فائدة من عائدات النفط والتي استحوذ على معظمها السياسيون الفاسدون وهو ما تسبب باندلاع تظاهرات غضب شعبي عارم احتجاجا ضد تفشي الفساد والبطالة والحالة المزرية للخدمات العامة صحيفة الڭارديان قالت أن شركات النفط التي من المفترض أن تقوم بتوظيف قوة عاملة من السكان المحليين باتت مضطرة لتوظيف ما لديهم صلاة بعشائر لها ارتباطات مع أحزاب متنفذة فيما شكلت الميليشيات المسلحة شركاتها الخاصة التي تفرض عقودا أمنية مربحة مع مؤسسات تابعة لشركات النفط الأجنبية صحيفة الڭارديان وفي تقريرها نقلت تصريحا عن عضو في مجلس محافظة البصرة اعترف فيه أن جميع الأحزاب لديها لجان اقتصادية تحصل على نصيب من كل عقد حكومي في حين تحمي أجنحتها العسكرية مصالحها هذا وغيره كثير هو ما تسبب بانفجار الأوضاع أوائل شهر تموز الماضي حيث خرج أهالي البصرة في تظاهرات كبرى مرددين هتافات منددة بالفساد والمحسوبية احتجاجات كانت بمجملها سلمية فيما ردت قوات الأمن الحكومية عليهم بالرصاص الجارديان نقلت شهادات عن سكان محليين وسط وجنوب العراق أكدوا فيها أن بلادهم تموت بسبب أحزاب نهبت وسرقت الثروات لمدة 15 عاما متهمين إياها بأنها كانت مهتمة بخدمة المصالح الإيرانية أكثر من أي شيء آخر كما وقال آخرون للصحيفة إنهم صوتوا للأحزاب الشيعية خلال الانتخابات السابقة استجابة لدعوة المراجع الدينية واليوم وفي ظل هذا الانهيار فإن تلك المرجعيات تتحمل كامل المسؤولية عن الفشل الذي دام عقدا ونصف من الزمن